اهلا وسهلا مع حضراتكم في الحلقة 11 من حلقات التعليم الماني من الصفر نعطب ارمزلنا مع الحروف و دخلنا في الحروف المضغمة نراجع الحروف اللي اخذناها المرة اللي فاتت قلنا الاس والتي بيجوا مربعة ينطوي اشتق اشتراسة 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 يعني شارع او اشتات 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 يعني مدينة مدينة حروف اللي بعدها قلنا الاس سيها اس سيها بيجوا مع بعض بنطوي على بعض ش زي حرف الشين في اللغة العربية شولة شولة يعني مدرسة او شن 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 يعني جميل حرف الا والو بيجوا مع بعض بنطوي او 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 تو او تو يعني سيارة او عربية او جي او جي يعني عين حرف النظار او جي عين واو تو سيارة او جي او جي او جي او جي او جي او او ربا او جي او جي 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 اللغة الالمانية اللي احنا باندرسها دويتش الاي والاي بينطقوا اي اي زي اينز اينز رقم واحد ناين ناين يعني لأ بعكسهم بتيجي الاي الاول وبعدين الاي الاول واعدين الاي بينطق اي اي زي جريشنلاند جريشنلاند اللي هي اليونان او فير 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 اللي هي اربعة رقم اربعة الاس والبي بينطقوا شبق شبق زي شبارن 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 يعني يوفر او يتدخر شبيجل 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 يعني مراية اخذنا بعدها الاملاوت اللي هو ايه قولنا الاملاوت نقطتين بيتحطوا على الحرف من فوق بيغيروا حركته بغيروا نطقوا بيتحط على ايه على كل حروف لا عندي ثلاث حروف بس من الحروف الصمتة بيتيجي عليها املاوت ال ا وال ا وال ا وال ا وال ا وال ا لما بيجي عليها املاوت بيتغير صوت الحرف نبدأ بال ا لما بيجي عليها املاوت بيكسر بتبقى ايجيبتن اي هو ا الحرف ا بيجيبتن ايجيبتن 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 مصر يبقى ا املاوت ا ايجيبتن مصر ال ا املاوت بيتضم تمت ايجيبتن او 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 المصر بيتضم بيتضم او با يعني اعلى او املاوت بتبقى او او با باقين باقين اطاجة يعني دور علوي اذا انا لا اكتب الاملاوت على الكباد عندي على الهاتف او كيبورد على الكمبيوتر بس طيد عنها بحرف اي با ال ا ا ا ا ا ال او هتبقى او ايه ال او هتبقى او ايه يبقى الاملاوت بستعد عنها بحرف ايه بعد الحرف اللي عليه املاوت قلنا اخر حروف مضغمة او مركبة مع بعض خدناها تسيو لها الت وال اي وال او وال ان بتونطق تسيو تسيو مقطع لبعض و تسيو زي ناتسيو ناتسيو امه انفورماتسيو انفورماتسيو معلومات ندخل على حلقة النهاردة الحروف الصمتة اللي هي ال ا وال او وال او وال اي وال اي معا خمس حروف صامتة في اللغة الالمانية فيه كم ملحوظة عليهم نقولهم عشان نعرف نقرأ صح ينطق الحرف الصامت قصيرا اذا جاء قبل حرفين ساكنين ينطق قصيرا لا امدهم زي كلمة هر اه اه هر ما بتقولش ما تقولش هر لا امدهم بحرفين ساكنين ينطق ايضا قصيرا اذا جاء بعده تي كا ذلك ينطق ممدود اذا جاء بعده تي وكا بكا بكا يعني خباز اذا كان ينطق ممدوداً إذا جاء بعده حرف ها يبدو حرف ها شتول لا أخذ بالي من النطق كويس عايز أتكلم ألماني ليس أعزقر أبس عايز أتكلم ألماني يبقى الحرف الصمت بينطق ممدوداً إذا جاء بعده حرف ها حرف ها مثل شتول هو حرف واحدة ولكن بعده حرف ها فمديته شتول شتول يعني كرسي إذا جاء الحرف الآ والأو والأو أمام حرفي تسي ها فينطق خا مثل الخا في العربي بالضبط اللغة الألمانية من اللغات الأوليلة الأوروبية تقريباً ما فيش تاني أصلاً يتنطق كيف؟ تاني أعيد الحتة إذا جاء حرف الآ أو 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 أمام حرفي تسي ها فينطق خا 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 مثل نخت 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 يعني ليلاً أو بالليل أو هخ 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 يعني عالي أو مرتفع هخ أو أو بوخ بوخ زي إيه قلتها زمان في المحاضرات الأولى ما بقولش إيش إيش غلط في الكتابة مش هتفرق بس النطق لو عايزة أتكلم صح بقول إيه إيه ما بقولش إيش إيش غلط إيه 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 طب و زي إيه تاني لسه نقالين جريحين لاند جريحين لاند اللي هي اليونان ما قلتش برضو جريشين لاند غلط ده نطق غلط جريحين لاند يبقى بيونطق ما بين الشين والخا بقول إيش إيش جريحين لاند محوظة مهمة في الكلام قوي أدخل بعد كده على أدوات التعريف في اللغة الألمانية موضوع يعني ممكن يكون صعب شوية أو مقصودش صعب بمعنى صعب بس مقارنة بالإنجليزي زا بس أي أدوات التعريف في اللغة الأنجليزية زا خلص الموضوع هنا في الألماني الموضوع مختلف شوانا عندي ثلاث أدوات تعريف المذكر بياخد دير دير الشيء المذكر بيقول دير زي ديرمان الرجل طيب المؤنس بياخد دي دي زي ديفراو ديفراو السيدة طيب الحيادي بقى عندنا في الإنجليش بيقول لك غير العاقل احنا هنا بنقول عليه الحيادي 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 في الألماني برضو بيشمل بيشمل الأطفال الصغيرين الطفل بيعتبر حيادي برضو اللي هو نحن بنقول عليه غير عاقل بياخد دس 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 للحيادي بياخد المذكر يعني يقول دس كيند يبقى المذكر دير من مؤنس ديفراو وللحيادي دس كيند اللي هو للحيادي أسماء الإشارة بقى من 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 أدوات التعريف دي بقى باخد أسماء الإشارة اللي هي زيس وزيس وكده بالإنجليزي بتنطق ايه بقى للمذكر بياخد ديزر هي بتتكتب كده في النطق ما بقولش ديزر لا غلط بقول ديزة ديزة والمؤنس ديزة الفرق في الكتابة بس هتكلم لو هتكلم النطق واحد بقى المذكر بس طبعا لو لو بامتحن وجاء لتشوز اختيار هتفرق طبعا أنا بتكلم في الكلام بحاجة اللي امتحن حاجة والكلام بحاجة تانية خالص يبقى المذكر بياخد ديزة اللي هي بتنطق الديزة بقول ديزة من هذا الرجل هذا الرجل اللي أنا لسه قال دير من اللي هو الرجل التعريف بقيت ديزة من ديزة من للمذكر هذا الرجل هذا الرجل المؤنس بياخد ديزة ديزة هقول ديزة فراو ديزة فراو هذه السيدة هذه السيدة الحياة بياخد ديزة بتكتب كده وبتنطق ديزة سأقول ديزة كنت هذا الطفل ديزة هذه السنة هذا العام يبقى الحياة بياخد ديزة نعيدهم تاني اسمها الإشارة المذكر ديزة بتكتب بالإئر وبتنطق ديزة وللمؤنس ديزة وللحياة ديزة ديزة في الإنجليش أي أداة التنكير عندي في اللغة الألمانية المذكر والحياة بياخد ein ein يعني اقول ein man ein man رجل رجل ein man أو ein kind ein kind طفل طب المؤنس بياخد aine 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 frau ديزة ديزة بالمثال ديزة علشان ما نطلق بطش ينضع بالمثال بدايما بالman والfra والkind يبقى المذكر والحياة بياخد ein ein man ein kind المؤنس بياخد aine 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 frau سيدة أي واحدة ست بقول عليها aine aine frau aine frau في تنكير تاني في أداة التنكير والنفي أداة التنكير والنفي يعني أداة التنكير والنفي هم برضو عندي أدتين زي اللي عادة المذكر والحياة بياخد kain هقول kain man kain مافيش راجل مافيش حد kain kent kain kent طب والمؤنس بياخد kaine kaine اقول kaina frau kaina frau مافيش سيدة يبقى المذكر والحياة بياخد kain والمؤنس بياخد kaine طب لو هجمع الجمع الجمع كله بياخد kaina هجمع kaine للجمع المذكر والمؤنس والحياة بقى اي جمع اي جمع بيجمع kaine اي جمع بيجمع kaine بكده نبقى خلصنا حلقتنا ان شاء الله نرجع شوية ابتديني ناخد حاجات صعبة شوية محتاجة تركيز ومحتاجة مذاكرة خلصنا الحروف خلصنا الكلام ده فنراجع يا جماعة ونذكر ونتفرج على حلقة مرة واثنين ونتقبل الحلقة الجاية ان شاء الله على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته